السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقل يوم مع صور ندرة لمشاهير وفنانين الزمن الجميل أول صورة معينا هنا للنجم عمر خرشد وهو طفل مع والده المصور أحمد خرشد والدته السيدة عواطف دي مطربة كانت من الخمسينات والأربعينات اسمها نجاة علي أشهر أغانيها فاكراك ومش حنساك قبل على خد والدة نيلي حواليها نيلي وفيروز وأختهم الثالثة ميرفت دي الفنانة فايزة كمال وهي صغيرة الصورة التالية لشريف إدريس شريف إدريس كان من أطفال التلفزيون المصري مثل مسلسلات عديدة دي صورته بعد ما كبره صورته مع أولاده محمد علي كلي اتفرج على مسرحية الصباح في بيروت وأصر أنه يتصور معيها بعد انتهاء المسرحية دي صورة النجم محمود حميدة مع بناته الثلاثة الصورة التالية للرئيس الراحل حسني مبارك مع السيدة زوجته ومعها أبنائه علاء وجمال صورة بتعود يمكن إلى سبعينيات القرن الماضي دلال عبدالعزيز مع بنتها دونيا دي صورة ظهرت على غلاف مجلد الكواكب للفنانة الراحلة سعاد نصر معاها زوجها في ذلك الوقت أحمد عبدالوارس ومعاهم طفلهم آخر صورة تم التقاطها الفريد شوئي كان معايا فرق الفشاوي صورة المطرب عبدالحليم حافظ معايا المطربة السعودية عتاب وهو يرتدي الزي الخليج الجميل المخرج ياسين اسماعيل ياسين مع والده النجم الكبير اسماعيل ياسين ومع والدته قبلة على خد أحمد حمامة والد فاتد حمامة الفنانة الإيطالية صوفيا لورن في مراحل متعددة من عمرها دلال عبدالعزيز مع بنتها دونيا سمير غانم وبنتها أمي سمير غانم ومه في مرحلة الطفولة عبدالحليم حافظ مع الملحن بليغ حمدي الشاعر نزار قباني مع أطفاله مع ابنه توفيق وابنته زينب عمر خرشد مع عبدالحليم حافظ كان عمر بيعزف في الفرقة الماسية اللي بتغني دايما مع عبدالحليم دي الفنانة نجاة الصغيرة في صورة تعود إلى ستينيات القرن الماضي عبدالحليم حافظ مع عازف جدار الأشهر عمر خرشد الصورة التالية أيضا للعازف وعمر خرشد معاه النجمة برفت أمين كان متزوجها تزوجها لفترة من الزمن لكن انفصلوا دي صورة محمود شكوكو وهو في بداية مرحلة الشباب الصورة دي برضو لدلال وإمي ودونيا نجم البرازيل الراحل مارادونا معاه والده الصورة للفوق نور الشريف محمود ياسين ناديا الجندي ومعهم نبيل عبيد الصورة الأسفل بوسي ونور ومعهم ناديا الجندي يوسف شعبين كان متزوج من السيدة ناديا بنت الأميرة فوزية الصورة دي بقى لبنته سينة بنته من الأميرة ناديا اسمها سينة اتولدت يوم 6 أكتمر 73 دي صورة عبد الحليم حافظه مع طفل صورة الرئيس الراحل محمد حسني مبورك كان دايما حريص أنه هو يمارس الرياضة كان دايما بيظهر وهو بيلعب سكواش كانت السكواش دي من الرياضات المفضلة بالنسبة إليه كان بيحب جدا يلعب سكواش وكان رياضي وبيتمتع بقوام ممشوق لغاية آخر عمره سمي جمال في مطبخها السيدة أم كلسوم لما كانت على المسرح صعد أحد المعجبين وحاول يقبل أقدامها فانزلقت أم كلسوم وقعت على الأرض سورة النجمانيلي معاها عمر خرشد في سبعينيات القرن الماضي الرئيس محمد حسني مبارك معاه ابن علاء وحفيده عمر عمر علاء مبارك دي صورة للرئيس حسني مبارك مع حفيده محمد اللي توفيه وهو عنده حوالي 8 سنين كان الرئيس بيحب حفيده جدا لكن توفيه وعنده 8 سنين الكابتن صالح سليم مع زوجته السيدة زينب دي الفنانة عفاف رادي وهي في مرحلة الطفولة طبعا الصورة ملونة هي صورة أبيض و سود أساسا الدكتور أشرف زكي نقيب الموثلين معايا زوجتور جينا وبناتهم الاثنين أثناء أداء مراسم العمر يحيى الفخراني مع والده و والدته الفنانة صفقة بالصعود مع أختها و سام و سام بتعتبر هي مش بتعتبر هي بالفعل والدة أروه جودة الملاحن محمد الموجي مع السيدة أم كلصوم فايزة كمال مع والدها و والدتها و إخوتها الاثنين فايزة كمالت ولدت في الكويت الحبيبة الفنانة كريمة زوجة محمد فوزي الصورة الأسفل وهو في مرحلة مرضو الأخير أحد المعجبين بيقبل يد أم كلصوم هالة فؤاد و أحمد زكي في زواجهم اتجوزوا سنة 84 و انفصلوا سنة 85 السيدة أم كلصوم في بداية شبابها كانت بترتدي العقال وبترتدي بلطه فوق الملابس وبتغني بهذا الشكل لكن تخلت عن ملابسها دي بعد كده دي الفنانة عائلة راتب بس في بداية شبابها الفنانة ناجات الصغيرة و معاها ابنها الوحيد وليد الفنان نور الشريف وبوسي وجنبهم نورة ده في يوم زواجهم في أغسطس 1972 الصغيرة دي الفنانة ناجات ناجات الصغيرة دي صورة السيدة هند رستم معاها زوجة محمد فياد وراهم اللبسة أزل أديبة سنت بنتها الوحيدة والعروسة دي حفيدة هند رستم عادي الإمام مع زوجة السيدة هلا الشلقان محمد ابن كمال الشناوي في لحظات مراحة في البلاج عبدالعزيز محمود معاه السيدة زوجته ومعاهم ابنهم الفنانة المعتزل محمد العربي ومعا زوجته الفنانة المعتزلة هناء هناء سروت مظهر ابن ناجة الفنانة الراحل ومعا زوجته وابنه الفنان حسين فاهمي مع بنته نائلة ومعا والده محمود باشفهاني دي صورة النجم نور الشريف وهو في مرحلة الطفولة سمير الإسكندراني مع زوجته اللي في النص قاعد ده نور الشريف تحته لطفي لبيب اللي وقفين نبيل الحلفوي يسري مصطفى هادي الجيار شعبان حسين دي صورة النجم عاد الإمام ما بين محمود الخطيب وشطة الصورة دي في السبعينيات أيضا صورة راحلة حياة كاريوكا ومعاها زوجها الأخير فايز حلوة ليلة فوزي ما بين عزيز عثمان وأنور وجدي كانت الزوجة زوجة عزيز عثمان وبعدين لما انفصلت جوزت أنور وجدي عبد الحليب حافظ مع مونيرة المهدية دي الممسلة صوفيا لورن في بداية مشوارها السينمائي صورة طريفة لوحش الشاشة فريد شوقي مع زوجته في ذلك الوقت هدو سلطان معهم بنتهم كان عندهم بنتين ناهد ومهة راحلة كريمة مختار مع زوجها نور الدبردش ليلة فوزي صورة والدها اللي هو مصري الجنسية وصورة والدتها اللي هي تركية واضح جدا الشبه بينها وبين والدها ده الممثل كلينينج ستود في شبابه بعد مرور فترة من الزمن دول أطفال البيت الفن في البداية خالص سعاد حسني وخلفها أختها من الأب نجاة الصغيرة دي صورة طريفة لأم كلسوم فتن حمامة وهي في بداية مشوارها السينماء فيه وهي طفلة أول أفلامها كان يوم سعيد مع عبدالوهاب وسميحة سميحة دي الفنانة الراحلة مديحة يسري اللي لابسة أبيض ولابسة فاتح دي الممثلة نجمة إبراهيم اللي احنا عرفناها دايماً في دور ريا وسكينة في الفيلم القديم ده الممثل اللي كان بيصور فيديو كليب مع محمد فؤاد في أغنية أنا لو حبيبك أم كلسوم أثناء توجيه رسالة إلى الملايين في العالم العربي فاتن حمامة مع بنتها نادية عز الدين وابنها طارق عمر الشريف قبل على يد والد محمد رمضان ده في فرح عبدالله محمود يظهر عبدالله محمود جنبه على أعوض سمح أنور ومجموعة من مصيبين الشباب وقتها سمير غانب مع بناته دنيا وأمل سعاد حسني مع صباح صورة من حفل زواج سمية جمال مع الزابط الأمريكي اللي أسلم وسمى نفسه عبدالله جاك استمر زوجهم فترة قصيرة محمد شوق وعمر الحرير وكمال الشناء وعبد المنع تحتهم صورة أبنائهم دي صورة مع سمية جمال وزوجها الأمريكي عبدالله جاك صورة الراحلة تحية كاريوكا مع زوجها فايز حلاوة فايز أحمد مع ابنها هي عندها ولدين توقم من محمد سلطان ده ابنها طارق عندها طارق وعمر توقم وسامى أنور عوكاشة مع بنته الطفلة دي هناجم هنة مع نبيل عبيد وصلاح السعداني الفنانة زوزو ماضي من رياض زاكي رستم يوسف وهبي اللي قاعدين فاردوس حسن أم والسلين الزمن الجميل صلاح السعداني صفية العمري يحيى الفخراني السيدة أم كلسوم في لقاة طريفة ده خبر نشرته في خمسينات الكارن الماضي لما قاله زواج أم كلسوم من الدكتور حسن السيد الحفناوي سهير رمزي مع حلمي بكر هو كان الزوج الأول ليها وهي الزوجة الأولى ليه صباح مع تالت أزواجها الإعلامي أحمد فراج المخرج نيازي مصطفى مع زوجة الراحلة كوكا دي فيروز الصغيرة معنا ريال مع زوجها بدر الدين جمجوم صورة للرئيس الراحل حسني مبارك وهو يمارس الرياضة كان دايما حريص على ممارسة الرياضة وكانت الرياضة المفضلة ليه هي سكواش كان دايما بيحرص ان هو يمارس الرياضة بشكل يومي وكان دايما بيظهر بمظهر شاب وممشوق القوام صورة حفل زواج المطربة عيد الشعر من المنتج سيد اسماعيل صاحب شركات رندفون كانت شركات الانتاج لسطورات والكاسد رشوان توفيق مع زوجته السيدة أميمة استمر زواجهم 62 سنة انتهى بوفاة السيدة أميمة الرئيس حسني مبارك مع مجموعة الفنانين فردوس عبد الحميد كارم مطاوع فتن حمامة هاني راشد شويكار جميل راتب مجموعة كبيرة الرئيس حسني مبارك قبل على جبينه من عمر علاء مبارك دلال وسامير غانم وبناتهم امي ودونيا ميرفة أمين مع زوجها في ذلك الوقت عمر خرشد استمر زواج بينهم فترة وبعدين انفصلوا عمر خرشد مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب برضو تصير صورة اخرى لميرفة أمين مع عمر خرشد صورة لعمر خرشد مع اخته من الام شريهان دي صورة في التمانينات اعتقد يمكن سنة 81 او 82 في جنازة عمر خرشد شريهان ومعها اخواته في جنازة عمر خرشد اللي توفى في حادث مروع في التمانينات شكرا لحضرتكم ارجو يكون الفيديو اعجبكم لا تنسى اللايك